موسيقى هاي انا دو اشرف وديك مناتي داريدي نيو كون واجعت لكم فيديو جديد الفيديو ده هكلمكم فيه عن خطوتي للقراءة في 2020 خطوتي القراءة في 2020 هتكون مختلفة شبعين انا حاليا بقالي سنتين ماشي فيه مشروع اللي اسمه مثل مية مشروع الجوائز بحاول فيه خلال السنة ان انا اقرأ اكبر قدر ممكن من الكتب اللي فازت بالجوائز خلال السنة اللي فاتت من جوائز كبيرة زي نوبل والبوكر البريطانية وغيرها وجوائز صغيرة وامدسماش عناها في البلاد العربية والصراحة المشروع ده كانت ناجح شوية لقيت كتب كتير ما عجبتنيش وما كنتش فهمت زي يفزوا بالجوائز بس برضو من خلال المشروع ده لقيت كتب كتير بحبتها جدا وواح بقت واحدة من كتب مفضلة بس قرارات ان انا عايزة اغير شوية فقواعد النسان 2020 هتكون السنة اللي فاقرأ فيها كتب من انحاء العالم قررت ان اختار كتاب من كل دولة بقدر الامكان في دوام بسيطة فاقررت كتاب من خلال المشروع دي مايقدرتش العلال كتب لكن لقيت عادت اجمعهم لقيت كتاب حاولت انها في معظم الاحيان كان في معظم الاحيان رويات في باض كتب التاريخية عن الدولة دي في بعض الكتب الوسائقية الوثائقية وغيرها طبعا كان شرط الاول ان الكاتب يكون من الدولة دي طبعا الشرط الثاني ان يكون من الدولة دي وعاش فيها بس الشرط ده كان تصحب يتحقق في بعض الاحيان فعلى قل كنت بحاول ان الكاتب من الدولة دي او على قل أصوله من الدولة دي حتى لو كان هاجر مع عائلته وخاد جنسية دولة تانية زي امريكا او كانت اقويرها هتابعوا على مدار السنة الجاية هابدأ اقرأ الكتب دي واجمعها في فيديوهات صغيرة مثلا من 3 او 4 دول اتكلم فيها عن الكتاب وهل وصل لإحساس الدولة دي ولا لا انا طبعا ما زورتش كل الدول دي معرفش ناس من كل الدول دي فهعتمد على اللي الكاتب نقلولي وقارنه بقدر الامكان بالكلام اللي هلقيه على النات طبعا احاول اعمل مقارنة ما بين الفترة اللي كان فيها الرواية دي والفترة اللي بتجسدها الرواية وما بين الحقائق التاريخية اللي عن الدولة دي اعتقد انه مشروع هيكون بقدر ما هو ممتع بقدر ما هو مفيد هعرف كثيرا عن دول كثيرا انا ما عرفش عنها غير معلمات طفيفة جدا في دول ما عرفش عنها اي حاج خالص طبعا في رحلة بحثي عن الكتب اغلبها طبعا كتب الكترونية مقدرش اشتري الكم ده من الكتب اكتشفت دول كثير مش واخد حقها بتزاد في افريقيا في النشر غير لو الكاتب مهاجر لاميكا او كندا او استراليا لكن لو الكاتب ينشو في افريقيا للقاسف يعيني ما بيقدروش ما فيش مؤسسة نشر كبيرة زي اللي موجودة في الدول الاوروبية الكتب الاوروبيين لقات لهم كتب اغلبهم بسهولة الكتب الاسيوية في بعضها او بعضها لقا الكتب اللي ما بين في الحدود ما بين اوروبا واسيا كانت مستواها برضو في النشر مش قد كده الكتب العربية للأسف في بعض الدول ما قدرتش ألائلها حاجة تستحق ان انا قادر اقارن على اساسها الدول دي في بعض الدول ما قدرتش ألائلها روايات خالص ولا كتب منتشرة على النت ولا اي حاجة فيعني لما هاوصل المرحلة دي ممكن اطلب انكم ترشيحات انا طبعا متحمسة جدا للمشروع ده حبيت اديكم نبزة بسيطة عنه انا متحمسة جدا للمشروع ده ومتحمسة ان مع بداية 2020 ابدأ اقرأ الكتب دي وارجعها هنا على القناة وابدأ اقارن ما بين اللي انا قرأته واللي معروف واللي منتشرة انترنت عن الدولة دي هتكون فرصة ليه وفرصة ليكم ان هنتعرف على دول كتيره طبعا ها قولكم تفاصيل اكتر عن الخطة دي مع بداية 2020 بس حبيت ان انا اعمل اعلان صغير ده عشان لو حد حابب يشاركني في الموضوع ده لو حد مهتم ممكن نتواصل على تويتر او على فيسبوك ونتشارك الكتب او نتشارك الافكار كمان لو تحبوا نعملها جوب على جود ريتز ونقد نتابع كل ما ابدأ اقرأ كتاب من دول نتابعه مع بعض ما يكونش مجرد ان انا هحط الفيديو ونتكلم في الكومنتات طبعا دي كلها حاجات حاول اعملها قبل بداية 2020 اتمنى بفكرة تكونوا عجباكم واتمنى انتو تتابعوني عام 2020 احاول بقدر الامكان اقرأ كل الكتب اللي جمعتها انا جمعت كتب كتير اكتر من امكانياتي للقراءة عادة في العام الواحد لكن اللي مشجعني شوية ان في منهم حاجات كتير كتب قصيرة فده مشجعني ان انا ممكن الاقي نفسي قريط اكبر من اللي ممكن بقراخ للعام الواحد مع وسط انشغالاتي التانية كتيرة اتمنى في فيديو ده يكون اعجابكم ومستنى طبعا رأيكم في المشروع ده ولو عايزين نقام الجروب كتيريت ونتابع عليه سيبوا لي كومنتات وايه اكتر دولة انتم متحمسين تعرفوا عنها ايه اكتر دولة انتم شعفين عناها حاجة خالص واتعتبروا اراية عناها نافذة لكم انتم تعرفوا الدولة ده اتمنى في فيديو ده يكون اعجابكم وسطنى في عين وعشرين فتفاصيل اكتر عن المشروع ده اه 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 احسنى كومنتاتكم وانتذروني في فيديو ده ويكون اشتركوا في القناة